يعد قرار وزير المالية الإسرائيلي بيتساليلس مودريتش بمثابة طلقة ستصيب عمود الاقتصاد الفلسطيني بحالة الشلل مع وجود تعاملات تجارية ومدفوعات مصرفية عابرة للحدود بمئات ملايين الدولارات بشكل شهري 13 مصرفا محليا ووافدا بدأت بالتفكير بكيفية تجاوز القرار الإسرائيلي وليس في جعبتها حلول لإمكانية عزلها عن النظام المصرفي والدولي إذ أن نحو 8 مليارات دولار من التجارة بين إسرائيل والضفة الغربية تمر عبر البنوك الإسرائيلية بما يشمل مليارين وثلاثمائة مليون من المدفوعات للغذاء وخمسمائة وأربعين مليون للكهرباء ومائة وخمسة وأربعون مليون لخدمات المياه والصرف الصحي تمت خيارات تبحث ومن ضمنها التحول باتجاه التعامل بعملات أخرى غير الشيكل مثل الدنار الأردني أو ربما الدولار لكن تطبيق هذا القرار من شأنه على المدى القصير على الأقل أن يحدث زلزال في السلطة الفلسطينية آخر تقارير البنك الدولي حذرت من تدهور وضع السلطة الفلسطينية مالياً خاصة مع إمكانية حدوث كماش يتراوح بين 6.5% و9.6% في المالية العامة بسبب الفجوة الآخذة بالاتساع بين حجم الإرادات والمبالغ اللازمة لتمويل النفقات الأساسية التي ستنعكس بشكل أساسي على حياة الفلسطينيين الذين فقدوا ما يزيد عن نصف مليون وظيفة في الأشهر القليلة الماضية في مليارات الشواكل اللي فقدت من السوق الفلسطيني احنا منحكي عن 200 ألف عامل تقريباً تم تسريحهم من سوق العمل الإسرائيلي منحكي عن عشرات ألاف الفرص اللي خسرناها بالسوق المحلي بمعنى بعض الشركات اللي تم إغلاقها أو استغنت جزئياً عن بعض العاملين بالتالي في أزمة حادة من ناحية البطالة والفكر في المجتمع الفلسطيني ويدير بنكان إسرائيليان هما ديسكنت وهبو عليم علاقات البنوك الفلسطينية مع النظام المصرفي في إسرائيل والعالم حيث تجري تعاملات مالية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية بالمليارات شهرياً وتشمل تحويل عائدات المقاصة ومستحقات العمال الفلسطينيين وأثمان السلع المتبادلة بين الجانبين حيث تشكل الواردات من إسرائيل حوالي 60% من الواردات الفلسطينية فيما تشكل الصادرات أكثر من 80% من إجمال الصادرات الفلسطينية ما يعني أن وقف التعامل مع البنوك الفلسطينية سيشكل ضربة قاسية حتى للمصدرين الإسرائيليين خطوة وقف التعامل المصرفي الإسرائيلي مع البنوك الفلسطينية يعني من وجهة نظر خبراء عزل النظام المصرفي الفلسطيني عن العالم في وقت فقد الفلسطينيون أكثر من نصف مليون وظيفة في أقل من سبعة أشهر كل ذلك يعني أن خطر انهيار وانكماش الاقتصاد الفلسطيني حقيقة تدفع نحو مزيد من ضبابية المشهد في المستقبل الخريب ضيحوا شيئا الغد رمالله